اشتركوا في القناة الا انت اللهم امين الغسط ديال اليوم هي الغسط ديال الرغيف او للكرب كناكلوهم مع الكونفيتور مع السكر مع العسل مع الكرامل برسلي مع الشوكولة يعني بنوتيلة يعني كل واحد باش كيبريدوا بوزهم والمقادر ديال الي خيب او لرغيف يعني في متناول جميع غنحتاج 150 جرام من الدقيق جوج مع القبار ديال السكر سنيدا او سكر ابيض او لابوني اللي متوفر عندك ملعقة صغيرة ديال ملح 50 جرام زوبدة مدابة نخليها تتبرد وعدا غنضيفوها الخالد اربع ضيء بيضات وفاني نكهة فاني المقادر غتلقوهم في صندق الوصف كما كتشوفو الدقيق هنحفر فيه هندير فيه حفرة في الوسط وكنزيد بيضة بيضة ونخلط من بعد كنزيد المقادر الاخرى الملح سكر حليب وهنا نسيت نسيت موريتكم فاني فاني رازد في الاخير وكنزيد الزبدة المدابة اللي خليتها تتبرد وهكذا وكنخلط نزيد الحليب ونخلط نزيد الحليب ونخلط تنحصل على خاليط وفي حالتي لا عندك دك الحبيبات في الدقيق في الخاليط ممكن تصفي الخاليط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مخلط ترجمة نانسي قنقر مخلط مخلط بالجمender لا تقديمه او لا لاسقه ولا بدد يعني بشوية الزيت باش الخالط لا كريب ما تلسقش لك فيها هنا المقلة يعني سخنات كنحطوا واحد شوية مشي بزاف المقلة لان لكريب ما تلسقش تكون اغليدة بزاف خاصة تكون رقيقة و ندروا هالطريقة هذي باش نحط باش ننغطي كل شي الجوانب ونحطوها طيب ونردو الجوانب بخصوم يكونوا شوية ذهبيين او شوية بني في الجوانب هكا هاد كان بدلو لكريب الوجه الاخر باش طيب كانت تبعو العملية هكا تنسالي والخالط ديالنا ممكن تدري جوج مقلات انا درت في الاخير زيت مقلة اخرى حتى كملت طيب ديال خالط اللي عندي نخليكم تفرجوا في الفيديو تلاخير وما تبخلوش بالشعلية باللايكات ديالكم وتعاليق ديالكم الجميلة وشكرا على المشاهدة شكرا بالسف الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة